في نقطة حضرتك أشارت ديها في السياق كلامك أوس حاتم وكان فيه قرار لمعالي الدكتور مصطفى مدبولي إليس مجلس الوزراء بالرقابة على هذه السلاسل إحنا إزاي أنا عارف بيتزرع فين البصل مفروض عارف إحنا هل مطلوب مننا إحكام الرقابة عشان الناس اللي زايدي زاي ما مسكنا تسعمائة وخمسين ألف كيلو سكر وحاجة بتقولي واحد وثلاثين ألف طن ما يزيد عن واحد وثلاثين ألف طن ألف طن ألف طن هاي عملوا توازن نهاردة لما حصلت الحاملات بإيجابية كويسة وإحنا بنشكر وزارة الزراعة على موجودة وأنا كنت بطلع أقول وزارة الزراعة لابد على دور ولازم الثقافة الزراعية ولابد نحتاج منهم المزيد الآن الحمد لله عندهم قدر على أنهم بيشتغلوا على الأرض الواقع والحمد لله في إيجابية في التحرك للوزارة وفي طبعا الجهات الرقابية لما بتتحرك بيبقى فيه شغل كويس جدا على الأرض الواقع ده اللي احنا عايزينه في الأيام القادمة لأنك أنت النهاردة هتلحق على سكر ولا على بصل ولا على طيب يعني حجب المنتج نفسه دي منتجات زراعية قبل للتلف طيب حتى هم يعني فيه بعض المسكودة خلاص يعني تم تلفه خلاص خلاص عشي أصلح فأنت مخزنه المية يعني هؤلاء أنت قسرته وخسرت البلد وعالت السعر وعالت السعر لكن النهاردة إيه اللي بيحصل الحمد لله عندنا خفاض تدريجي داخل أسوأ الجملة أنا بشر الناس يعني النهاردة البصل المقاور اللي هو الجديد الأبيض النهاردة يتراوح من 10 جنة 13 جنيه البصل الأديم آه جملة يوصر كامل المستهل من 15 ل 17 علي إمتى بالسعر ده ده الأبيض مش الأديم الأبيض اللي هو الجديد بس مش موجود عند الفضل لا موجود موجود نزل وبكسرة فالبصل الأديم النهاردة كان بربعين جنيه بس الناس بتفضل الأحمر طبعا ما هو ده الأحمر عشان خطر ربات المنازل وأهلينا ما بيستعملش طبعا زيت وسامن فطبعا ده بيبقى يعني اطلع عليه أكتر من الأبيض لأن أبيض كله مية فبيستهلك زيت كتير وبسامنة كتير فطبعا اللي حصل إن البصل الأحمر والبصل القديم الدهبي اللي انت عارفوا اللي بتاع أهلينا والزمان دول دلوقتي موجود كان بربعين جنيه النهاردة أسوأ التجزيحنا عامل رصد النهاردة ويمكن يعني إحنا كنا معنا فيديوهات بس يعني مش عارفة الوقت هينسيبكم إن كنت تعرضوا ولكن لو موجودة يا جماعة فيعني رجاء أني مسك أولا الكميات اللي هي البصل وهي طبعا موجودين داخل الأراضي الزراعية وحتى في مكان مش مكان زراعة بصل ده هم مجموعة بياخدوا البصل من جميع أنحاء الجمهورية وبيخزنوا في المكان ده في محافظة الجيزة في كل مكان داخل محافظة الجيزة فطبعا الحملات لما نزلت نزلت على هذه الأماكن وإحنا بنشكر اللي قاموا بالحملات دي وعلى رأسهم مع الوزير الزراعة ولكن خلينا نأكد الانخفاض قادم للمنتجات الزراعية لأن إحنا دولة زراعية وبنبشر الناس إن إحنا زرعين في الموسم المقبل لسه صراحة إحنا محتاجين نزود زراعة لا 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 ده البصل البصل والبطاطس والطماطم مزرعين بكسرة اشتركوا في القناة